بحث وزير البترول وثروة المعدنية طريق الملة مع نائب رئيس شركة تشال العالمية سيدري كريميرز ورئيس شركة تشال مصر داليا الجبري أنشطة الشركة وخططها المستقبلية في ظل تكتيف الشركة لعملياتها في مصر وخاصة تنمية الأبار وخلال اللقاء أكد الملة أن شركة تشال شريك استراتيجي لقطاع البترول من جانبه أشر نائب رئيس شركة تشال إلى أن شركة تستعد لتطوير استراتيجيتها في مصر وتكتيف جهودها في ضوء حملة البحث والاستكشاف التي تجريها حاليا ونجاحها في تحقيق الكشفين المهمين ميناء غرب وخوفو بالإضافة إلى تنمية المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع غرب دلتا نيل العميق في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات بأن يبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم وتراجعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة تقدر بـ 1.9% ليصل إلى 81.98 دولار للبرميل كما انخفض خام غاربي تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر بـ 1.9% إلى 77.85 دولار للبرميل كذلك تراجعت أسعار المزوط عالميا بنسبة تقدر بـ 1.17% لتصل إلى 2.44 دولار للترة وهبطت أسعار الغزي طبعية بنسبة 86% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون واحدة حرارية بريطانية تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة فضلا عن بيانات تضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية بنسبة 1.9% لأدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر وانخفض المؤشر استوكس الأوروبية بنسبة تقدر بـ 3.10% كما قاد المؤشر Financial Times بريطانية الخسائر في المنطقة بعد بيانات أظهرت انخفض التضخم في بريطانيا بوتيرة أقل من المتوقع إلى 2.3% في شهر أبريل مما دفع المتداولين إلى تقليص رهناتهم على قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة الشهر المقبل سجل التضخم في المنطقة المتحدة طباطئا كبيرا في شهر أبريل متراجعا إلى 2.3% بمعتل سنوي وهو أدنى مستوى له منذ يوليو من عام 2021 بفضل خفض في رسوم الكهرباء في البلاد خصوصا بحسب المكتب الوطني للإحصاءات وأوضح المكتب أن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا واضحا جزئيا في ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات في شهر أبريل ويقترب المعتل المسجل في شهر أبريل من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا المركزي بنسبة 2% إلا أن خبراء الاقتصاد يشددون على أن تراجع الحاصل أقل مما كان متوقعا وبقي تضخم في المملكة المتحدة لفترة طويلة الأعلى بين دول مجموعة السبع بعد الجائحة ووصل إلى 11% نهاية عام 2022 ما أثار أزمة كبيرة على صعيد القدرة الشرائية أكد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على استئنافه الجهود لمكافحة التضخم معتبرا أن زيادة أسعار الفائدة بشكل إضافي قد يكون غير ضروري يأتي هذا في حين تراجع معضل التضخم الاستهلاكي في أبريل الماضي بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول من العام الحالي من جديد عادت الحرب الأمريكية على مستويات التضخم خاصة بعد تأكيد عضو مجلس الاحتياط الفدرالي كروستوفر وولر على أن معركة البنك المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم استؤنفت على الأرجح الشهر الماضي هذه الحرب أصفرت عن انقفاض معدل التضخم الاستهلاكي في أبريل الماضي وهي أخبار جيدة لأصحاب القرار في الاحتياط الفدرالي بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول دفع ببعض المسؤولين للتساؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام في الوقت نفسه أوضح المسؤول في الاحتياط الفدرالي أن بيانات التضخم لشهر أبريل تشير إلى مواصلة التقدم نحو بلوغي هدف البنك المركزي الأمريكي بعيد المدى المتمثل بالوصول إلى 2% العضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياط الفدرالي أكد أن هذه البيانات تشير إلى نجاح السياسات في تخفيف الطلب الكلية الأمر الذي سيدعم التقدم المستأنفة في خفض التضخم وقد تكون لهجة ولر الأكثر إيجابية موضع ترحيب من الأسواق المالية التي تلقت عددا من التوقعات الأقل إيجابية من مسؤول بنك الاحتياط الفدرالي منذ بدء الارتفاع التضخمي وحمل التصريحات ولر تفاؤلا وإن كان حذرا ووفقا له فإن البيانات تشير إلى أن التضخم لا يتصارع معتقدا أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ربما تكون غير ضرورية ويرى العضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياط الفدرالي أنه وسط غياب ضعف كبير في سوق العمل فإنه يحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم قبل أن يدعم تخفيف الموقف المتعلق بالسياسات النقدية